السمرار للجهود المبذولة منذ بدء الجائحة دعا الأطباء إلى السمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة عنها وأهمية السمرار الإقبال على التطعيمات والجرعات المنشطة في وقتها المحدد وعدم الانجرار وراء الأمن الكاذب أو التهوني في تطبيق المطلوب للتصدي لفيروس كورونا شدد الأطباء على ضرورة تجديد العزم في مواصلة ما تم تحقيقه خلال الأشهر الماضية وتغير مستويات الإشارة الضوئية بشكل مستمر تماشيا مع التطورات ما أكد التزام المواطنين والمقيمين وعدم تهونهم وإحساسهم بالأمان الكاذب لوحظ انخفاض الإصابة بفيروس كوفيد وهذا كان ما نطمح إليه الوصول إلى المناعة المجتمعية وتقليل من عدد الحالات ولكن هذا لا يعني الأمان التام فلابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك للاستمرارية في انخفاض عدد الحالات للرجوع إلى الحياة الطبيعية الحمد لله إحنا في الفترة الأخيرة شهدت مملكة البحرين انخفاض في معدلات انتشار فيروس كورونا انخفاض في معدلات حالات الإدخال للعناية المركزة وانخفاض في معدلات أعداد الوفية نشكر الله على هاي اللي وصلنا إليه لكن في المقابل ما نبنعيش الأمان الكاذب بمعنى ان احنا نفكر ان احنا خلاص انتهى فيروس كورونا وتغلبنا عليه ونبتدي نتهاون في الإجراءات الاحترازية اللي الفريق الطبي يوصي فيها من بداية ظهور فيروس كورونا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كان الهدف الأول الذي وضح حجم أهمية هذه الإجراءات البسيطة في قلب الطاولة وتحقيق أفضل النتائج على مستوى انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس طبعا دائما نشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب توصيات الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا وأيضا نشدد على أهمية تلقي الجرعات الأساسية لمن لم يتلقاها وأيضا الجرعة المنشطة مملكة البحرين قطت خلال الحملة الوطنية للتطاعم عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين وأشار الأطباء إلى ضرورة المبادرة لإكمال التطاعمات وأخذ الجرعة المنشطة ضمن الفترة الزمنية المحددة لتحقيق النتائج المرجوة حسب المعطيات الحالية والدراسات المحلية والعالمية فالتطعيمات إقل تأثيرها مع طول الفترة وبالتالي هنا يأتي دور الجرعة المنشطة ومهم أن يكون الأقبال عليها لاستمرار حصولنا على الفعالية أفضل للقاح ومنعها أفضل في بعض الأشخاص ما زالوا لحد الحين مؤخذوا الجرعات المنشطة ندعوهم أنهم يسجون لأخذ الجرعات المنشطة هذه واحدة شغلة ثانية الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة فئات الأكثر عرضة ندعوهم للأهالي خاصة في هذه الفترة أنهم يسجون يبادرون بالتسجيل لأولادهم عشان أنهم يأخذون الجرعات اللي يحتاجونها التكاتف والتعاون كان الشعار الأساسي الذي مكن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا من تحقيق العديد من الإنجازات وسيستمر هذا الشعار محققا إنجازاته باستمرار العمل الموحد بين المواطنين والمقيمين والجهة المعنية شغل عثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين